اول سؤال بيقول في صيام كفارة اليمين الثلاثة ايام متتالية ولا متفرقة عادي هي محدش قال ان الحكم فيها لابد ان يكون مجتمعة في بعض الناس كتير بتجعل كل الاشكال الصيام الذي هو يخضع لمفهوم الكفارة لابد ان يكون متتاليا لا الكفارة المتتالية في القتل الخطأ الكفارة المتتالية في ان واحد يجامع في نهار رمضان غير كده صيام الكفارة بيكون ثلاثة ايام متفرقة وليس بالضرورة مش لازم تكون متفرقة ومش لازم تكون متتالية يعني هذا الامر يرجع الى الساعة يعني فيه ساعة اللي عايز يصمه لانهم ايسر عليه انه يصمه ثلاثة متتاليات اهلا وسهلا ولعايز يصم على انهم متفرقات اهلا وسهلا لكن لم يكن شرطا من شروط صيام أيام الكفار الثلاثة أن تكون متتالية